ونبقى في النادي العربي فبعد قيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم للفريق الأول لكرة القدم ساد الانقسام في الشرع العرباوي فمنهم من يراهن على فشله والآخر يرى إعطاه الفرصة ومن ثم الحكم عليها تقرير لأحمد العنيزي يستعرض آراء بعض العرباوية حول قيادة الجنرال للعربي اختبار حقيقي يواجه المدرب الوطني محمد إبراهيم في خضو تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر مع قلعة خضراء لم تذق طعم الانتصارات منذ زمن طويل وتحديدا في بطولة غابت عن خزائنه 16 عاما تتوقع عدم نجاح محمد إبراهيم مع العربي لظروف العربي السيئة وأيضا لأن محمد إبراهيم هو أول اختبار حقيقي يعني ما أعتقد أن اختبارنا محمد إبراهيم بخارج الفريقين اللي هم الكويت والقادسية اللي هم أساسا أبطال افتيارة كان غير موفق في هذه المرحلة وخاصة وطبعا اعتراضنا محل محل اعتراضنا هو أنه استأنس في رأي أخ طلال الفهد وخدم منه الموافقة وهذا طبعا في عالم الاحتراف وكرة الغدم هذه مموجودة وهذه بدعة دخلها لنا محمد إبراهيم صائد البطولات في نادياي القادسية والكويت حقق ما يقارب من 26 لقبا ما بين بطولة محلية وخارجية ولكن التجربة الجديدة لن تكن مفروشة بالورود لما تعانيه القلعة الخضراء من مشاكل إدارية نهيك عن المشاكل الفنية مقابلة شام يسود العرباوية في قدرة الجنرال لعادة هيبة القلعة الخضراء مدرب عقلية محترفة عندها عقل احترافي فيبيع يتعامل من باب الاحتراف اليوم اللي قاعد يسير في روغة النادي العربي مو عملية احترافية نهائيا عملية عشوائية تخبط في ظل أيضا في ظل الانقسام اللي قاعد نشوفه في النادي العربي ما بين طرفين كبار في النادي الأخ رئيس النادي سيد جمال الكاظم والأخ العزيز عاشور فاليوم النادي من قسم قسمين فأكيد هذا بلائدنا شك أنه ما يخلي الجو صحي في النادي العربي ما يخلي هناك عمل صحي عمل احترافي واعتقد محمد إبراهيم بوناوف يعني ما يقدر يشتغل بهذه الظروف هذه لا نقول محمد إبراهيم ما يدري شنو ظروف العربي العالم كله يعرف ظروف النادي العربي والصراع اللي قاعد يحصل بالنادي العربي والمشاكل اللي قاعد يحصل بالنادي العربي والتقصير مع المدرب أو مع أي جهاز فني أو حتى إداري سواء الفريق الأول أو الفريق في النادي يعني حتى النادي العربي حاليا في وضع سيء جدا فمحمد إبراهيم أنت لما وقعت مع العربي عارف هذا كله فما يفترض أنه مستقبل أن يتم التحجج في هذا الأمر في حال عدم النجاح الصراع اللي موجود في مجلس دارك النادي العربي أعتقد هذا الصراع سيكلف محمد إبراهيم الكثير لأنه سيكون بين حانا ومانا استياء أساد الشارع العرباوية بإحفاء الشقيقين ناصر وميثم الشطي في طريقة اعتبروها غير لائقة طريقة لا تموت لإدارة النادي العربي بصلة وإنما بطريقة الحقيقة فيها من الغبن وفيها من الإجهاض حق مستوى حق أثنين من أبناء النادي العربي تعطيهم معود وتتفق معهم من ثم يتفاجعون حالهم حال الإعلام أو الشارع رياضي أنهم مغيلين أو أقالوهم أو يكسروا فيهم باللغة العامية أعتقد هذا ما هو احترام كلام رجال وعقود قبل موسم الانتخابات تشوف عجب العجاب كل شيء تغير الحسابات تغير في حسابات انتخابية تدخل في الموضوع وكل من يحاول ينجح بس قبل موسم الانتخابات يبقى الجنرال في تحدي كبير وجديد خارج أرويقة عشقه الكبير الغادسية فليكسب محمد إبراهيم التحدي ويسطع اسمه بحروف من ذهب لدى الغريم التقليدي النادي العربي أحمد العنزي الرأي فعلا